أهلا بكم طلاب السنوية العامة مع تلفزيون اليوم السابع النهاردة إن شاء الله هنتكلم على مراجعة المنطق لطلاب الأدوين بكرة إن شاء الله الامتحان بتاعنا إمتى اختار المعرفات؟ إمتى اللامعرفات؟ إمتى البديهيات؟ إمتى المسلمات؟ إمتى استقراء تام؟ إمتى أختار استقراء ناقص؟ كل دي مفاهيم هنشوفها في ورقة الامتحان بتاعنا لازم أختار باستخدام ورقة المفاهيم اللي معانا وتعالنا نشوف مع بعض أول مصطلح عندنا اسمه الاستقراء الناقص إيه الموصول بكلمة استقراء ناقص واستقراء تام؟ استقراء ناقص معناه إن أنا هادرس عينة من أفراد الظاهرة بتاعتي هادرس جزء وأخرج بقانون وطبق القانون ده على كل الحالات حتى الحالات اللي أنا مدرستهاش أو ما شفتهاش الحالات الممثلة هستخدم الاستقراء الناقص لما تكون الحالات بتاعتي لا نهاية تلاها يعني بالبلد كده ما بتتعدش زي الظاهر الطبيعية زي الحديد زي المطرة زي الرملة عكس الاستقراء الناقص اسمه استقراء تام هادرس كل أفراد الظاهرة وأخرج بيه حكم وعممه على الحالات كلها خلي بالك من حاجة إن الاستقراء الناقص هو الاسم الاستقراء العلمي لهم بيسمح بالتعميم الاستقرائي طيب جالي في السؤال بتاعي أكتر من مصطلح الأولين عندي مثلا اسمه المعرفات اتنين اللامعرفات البديهيات المسلمات إمت أختار معرفات إمت اللامعرفات المعرفات أو التعريفات الرياضية أول خطوة بيقوم بيعلم الرياضة أنه هو بيعرف الأفاظ الأساسية اللي هيستخدمها عشان أنت ما تفهمش حاجة غير اللي هو يقصدها خلي بالك من حاجة لكل عالم تعريفاته الخاصة بيه يعني تعريفات إقليد صغير تعريفات فيساورس لكل النسق رياضي تعريفاته الخاصة بيه عن تعريفات الجبر مختلفة عن تعريفات الهندسة طيب هل ينفع أنا أنائش علم الرياضة في شغله في تعريفاته استحالة ما ينفعش عارف ليه؟ لأن التعريفات الرياضية اسمها تعريفات إشتراطية هو بيشترط عليك أنت تستخدم الكلمة دي بالمعنى ده أنا أشوف حالة واحدة بس لو غير التعريف من غير ما ينبهني طيب دي لي مثال عشان أفهم التعريفات مثال النقطة ليس لها أجزاء ليس لها طول وليس لها عرض اتنين اللامعرفات أو اللاتعريفات ينفع أقول لعالم الرياضة يعني كلمة طول استحالة طبعا عارف ليه؟ أصل الطول دي كلمة سهلة واضحة بسيطة مش محتاجة تعريف هسميها اللامعرفات يبقى إيه اللامعرفات؟ ألفز واضحة يتركها العالم بدون تعريف لأنه بيستخدمها في تعريفات أخرى وبعدين خلي بالك من حاجة أنا لو فضلت أعرف كل كلمة موجودة في النظرية الرياضية التعريفات بتاعتي مش هتخلص ستصل لمالة نهاية مثال لي اللامعرفات الطول في تعريف النقطة العرض في تعريف النقطة وخلي بالك من حاجة إن اللامعرفات هي أساس التعريفات الرياضية طيب تعالي نتكلم شوي على الجانب النقدي الجانب الهدمي عند بيكن اللي هم أوهام الجنس والكهف والسوء والمسرح طبعا ده سؤال أساسي فيه إمتحاننا إن شاء الله إم تختار كل نوع من الأوهام ديت أوهام الجنس البشر بصوا من اسمها أوهام الجنس البشر يعني أخطاء موجودة عند كل الناس هي ده مرض بيصيب الإنسان يشترك فيها النوع الإنساني كله موجودة متأصلة في عقلي وعقلك وعقل وعقل عقل كل الناس عقلي يقبل الحاجة اللي على الهواه ويرفض الحاجة اللي مش على الهواه دي المسال عشان أفهم التصرع في إصدار الأحكام هل الغلطة دي أنا بس لا بقع فيها لا كل الناس ممكن تقع فيها تاني وهم عندنا اسمها أوهام المسرح أوهام المسرح أوهام ليست فطرية هي أوهام مكتسبة جات منين عند الإنسان بتيجي نتيجة التأثر بيه نظريات القدماء تأثر بين المشاهير أنت تاخد نظرية شخصة مشهور وتصدقها من غير ما تنقض الكلام ده بيكم بيقول لي الناس يقعون تحت تأثير الأراء المنتشرة الرائجة ويسلمون بها دون أدنى شك وهمة تانية عند بيكم اسمه أوهام الكهف الكهف المقصود بيعقل عقلك في أفكار أفكارك جبتها منين من بيئتك من مهنتك من صحابك من خبراتك عشان كده أنت ليك أفكار وأنا ليه أفكار عشان كده أنت بتقع في غلطة معينة وأنا بقع في غلطة تانية خالص يبقى المقصود بأوهام الكهف أخطاء خاصة بكل إنسان لكل مننا كهف خاص به يرى الأمور من خلالها بيكم بيقول في ناس معجبة بالأديم أرستو في ناس معجبة بالجديد بيكم نفسه بس هو مش عايز كده وعايز العقول الأكثرية تبقى وغدى موقف وسط ما بين الأديم والجديد وخلي بالك أن أوهام الكهف دي أوهام لا حصرة لها آخر وهم عندنا فيه أوهام بيكم اسمه أوهام السوق بسبب استخدام اللغة بطريقة خاطئة وخلي بالك من حاجة أوهام السوق دي أكتر الأوهام تعمل مشاكل بيننا وبنبعض أوهام السوق استخدام اللغة بطريقة خاطئة الإنسان هو اللي حط اللغة وعنده قدرة أنه يوظف اللغة زي ما هو عايز بس بيكم بيقولك اللغة تعود فتتحكم في عقل البشر كده تكلمنا على الجانب الهدمي الجانب النقدي عند بيكم اللي هو الأوهام أوهام الجنس الكهف السوق المسرع طب تعالنا نتكلم على مصطلح جديد في المادة بتاعتنا اسمه السيبرنطيقة أو السيبرنطيقة إيه المقصوب بكلمة السيبرنطيقة؟ أنا هدرس الطرق اللي بتشتغل بها الطبيعة اللي تشتغل بها الكائنات الحية في الطبيعة وهاخد الطريقة دي وعمل آلة تشتغل بطريقة أوتوماتيكية يعني بطريقة ذاتية إيه مفهوم النظام السيبرنطيقي؟ اللي عناصر متفعلة بيقى في تبادل للمادة للطاقة للمادة الخام خلي بالك إن النظام السيبرنطيق أو السيبرنطيق عالمي بيدرس اتصال وسيطرة وترابط وتحكم بين الإنسان والآلة مسك ترموت دست كده على ضغطة صغيرة على الرموت إنت بعدت معلومة للجهاز إرسال هو استقبلها خزنها يعني أنا بتحكم في الجهاز دو وخلي بالك أنا ممكن بمعلومة أتحكم لإما في آلة لإما أتحكم في إنسان إما تختار مصطلح الزكاة الاصطناعية؟ الزكاة الاصطناعية مصطلح من أحدث علوم الحاسوب هدفه إيه العلم دو هدفه يخلي الكمبيوتر الأدامي دو اللابل الأدامي دو يشتغل بنفس طريقة عمل المخ البشري إنت عالك بيشتغل إزاي؟ عالك بياخد قرارات بتحل مشاكل بطريقة منطقية النهاردة برضو الحاسوب والكمبيوتر بيقوم بنفس مهام العقب البشري المنهج الاستقرائي عندنا يتكلمنا فيه على أريستو يتكلمنا على بيكون يتكلمنا على جون ستوارت ميل طب نسأل هنا سؤال هل العلماء المسلمين كليهم دور في نشئة المنهج الاستقرائي المنهج التجريبي؟ طبعاً عند اتنين علماء الأولين اسمه جابر بن حيان الثاني اسمه الحسن ابن الهيسام جابر بن حيان الغرب وصفه بأنه رجل التجارب العلمية عارفين كم يسمى التجارب ايه؟ تدريبات اسمع الجملة الجميلة من كان ضرباً كان عالماً اللي بيجرب يبقى عالم ومن لم يكن ضرباً لم يكن عالماً ايه المنهج العلمية عند جابر بن حيان؟ واحد اتنين تلاتة علم الكيمية يجيب فرض من الطبيعة اتنين يستنبت نتائج من الفرض بطريقة نظرية كده معي فرض ومعي نتيجة تلاتة اخد الفرض واخد النتائج بتاعتي وارجع تاني للطبيعة واجرب لو الفرض تلع صحيب انا معي قانون بتنبأ بيه الظاهرة فيه المستقبل العالم المسلم التاني اسمه الحسن ابن الهيسم امت اختار الحسن ابن الهيسم فيه اختياراتي؟ ابن الهيسم اعتمد على الاستقرار بمثابة منهج يقيني هدف الوصول للحقيقة استقرار يعني يا ابن الهيسم قال لي هدرس حالات جزئية ووصل لمعرفة كلية خلي بالك ان الحسن ابن الهيسم سابق عصره ازاي الكلام ده؟ ده عبر عن الحقيقة الكلية عبر عن القانون العلم بتاعه به استدلال بالرياضة يبقى ان كده عندي اتنين علماء سهموا فيه المنهج الاستقرائي جابر ابن حيانوي الحسن ابن الهيسم طيب لما سألنا ارستو قلت له ايه انواع الاستدلال؟ قال لي نوعين واحد اسمه استدلال استنباطي اتنين اسمه استدلال استقرائي ايه الاستدلال الاستنباطي دوت؟ مقدمة ونتيجة بس خلي بالك ان الاستدلال الاستنباطي النتيجة بتكون اقل النتيجة بتكون اصغر النتيجة لا تتجاوز المقدمات اديني مثال لما اقول مثلا كل الطلاب ناجحون اتنين محمد طالب اذا محمد ناجح يبقى النتيجة هنا لا تتجاوز المقدمات؟ النتيجة اصغر من المقدمات؟ بدأت هنا من العام الخاص لو عكست التلات كلمات دولة تروح للنحاء الثانية في الاستدلال الاستقرائي مثال حديد يتمدد بالحرارة نحاس يتمدد اصدير يتمدد اذا كل المعادن تتمدد بالحرارة؟ النتيجة هنا اكبر بس اقول ايه؟ كل المعادن نتيجة اكبر من المقدمات بدأت من الجزء لكل يبقى النتيجة بتتجاوز المقدمات تعالى نتكلم مثلا على شروط التجربة في المنهج الاستقرائي التقليدي العالم هو بيجرب لازم يلتزم بمجموعة من الشروط لازم يبقى موضوعي محايد بمعنى نتيجة التجربة يقولها زي ما هي ولا يزود ولا يناقص ما يتأثرش بمشاعره ولا بأفكاره ولا بآراءه يبقى يقز ومنتبه ثلاثة لازم أثناء التجارب على الإنسان ما أزيش الإنسان ما درش الإنسان واخد منه كمان حاجة اسمها موافقة مستنيرة طيب جالي سؤال في الامتحان بتاعي بيقول لي أنواع التجربة ايه احنا معنا ورقة المفاهيم اللي الوزارة مقدمها لنا لازم أرجع لورقة المفاهيم دي عشان أستخدمها ها عندي ثلاثة أنواع من التجربة أول تجربة اسمها التجربة المرتجلة اثنين السلبية ثلاثة العلمية ايه الموصول بكلمة التجربة المرتجلة أنا ما عنديش فرض ما عنديش نتيجة بعمل تجربة عشان أوصل لفرض أو نتيجة اسمها تجربة أولية اثنين اسمها التجربة السلبية أو الغير مباشرة هنا البحث مش هيتدخل الطبيعة هي اللي بتقوم بدور البحث والباحث قاعد بعيده عمال يشايد ما تحدثه الطبيعة من تغيرات في الظاهرات آخر نوع عندي من أنواع التجربة اسمها التجربة العلمية البحث هنا بيتدخل في المرحلة الأخيرة عشان يتأكد من صحة الفرض طبعا التجربة العلمية لها غاية ليه هدف أوضح من التجربة المرتجلة طيب تعالي نتكلم شوي على قيمة الفرض العلمي وأهميته هل الفرض العلمي مهم في المنهج الاستخرائي طبعا بيكشف عن علاقات بين الظاهر بيديق المسافة بين الحالات الجزئية وبين القانون العام لو عملت تجربة على الفرض وطلع صح الفرض مش هيبقى اسمه فرض هيبقى اسمه قانون قيمته اتغيرت ووظيفته كمان اتغيرت طب الفرض الكاذب مهم قال لي آه طبعا مهم ده بيقربني للخيئة طب هل الفرض ليه شروط علمي آه ركز بقى في الجزئية ده الفرض العلمي ليه شرطين ليه شروط في المنهج الاستقرائي التقليدي وله شروط تانية في المنهج العلمي المعاصر تعالي نشوف شروط الفرض في المنهج الاستقرائي التقليدي يجي من ملاحظة ما يبقاش فيه تناقض ما ينفعش الفرض يناقض العلم القديم إلا لو معك قدلة جديدة وطبعا الفرض لازم يتكلم على زواهر مادية محسوسة طب ايه شروط الفرض في المنهج الاستقرائي المعاصر أعمل سياغة الفرض في صورة تقبل التجذيب التفنيد طب لو مش قادر أكذبه قال لي ما يبقاش فرض علمي يخرج برا العلم على طول لازم الفرض بتاعك عالم تاني وتالت وربع يقدر يختبره يحدد للفرض علاقة بين متغيرين أربع لازم الفرض يترتب عليه مقارنات تقبل الإختبار إم تختار الشرط الضروري وإم تختار الشرط الكافي شرط الضروري من اسمه كده شرط لا تقع الزهرة إلا في حضوره إلا في وجوده زي الثانوية العامة شرط لدخول الجامعة الكافي خلي بالك من حاجة شهادة الثانوية العامة الوحدة مش كفاية لدخول الجامعة لازم مجموعة كبيرة أكسوجين شرط ليه الاشتعال شرط ضروري بس هو الوحدة ومش كفاية لازم درجة حرارة مناسبة أخلي بالك من حاجة أن العلاقة العلية هنا عشان أوصل لمبدأ السببية هي ليست علاقة استنباطية ليست منطقية خالصة وإنما هي علاقة استقرائية بجيبها بطرق تجربية طيب تعالنا نتكلم شوي على الجانب الإيجابي عند بيكون الجانب الهدمي السلبي المغدي عند بيكون كان الأوهام لونهم في الأول خالص جلس كهة في سوق مصرح الجانب الإيجابي عند بيكون أربع خطوات برضو واحد ألاحظ الظاهرة وأجمع معلومات بص ortق معلومات بيكون كان بيدر الظاهرة أسمعها ظاهرة الحرارة مثلا جمع أكتر من معلومة أثنين أرتب المعلومات ديت في قوائم أو في جداول معلومة مثلا اسمها الشمس أجد الشمس فيها حرارة أكتبها في قيمة الحضور الأمر ما فيوش حرارة في قيمة الغياب طب حرارة الشمس الساعة ثلاثة غير الساعة ست اسمها قيمة التفاوت أو التدرج خطوة الثالثة أحلل قوائم بتاعتي أربعة أوصل لتفسير أو قانون تعقيب على منهج بيكن بيكن أعلى من شأن المنهج التجريبي العلم النهاردة ما بيشتغلوش بيه قوائم بيكن بس بيرجع ليه الفضل أنه هو أعلى من شأن المنهج التجريبي خلي بالك من حاجة حالة سلبية وحدة تلغي التعميم يعني جربت على حيثة حديد تمددت والتانية والتالتة والربعة تمددت الخمسة ما تمددتش هنا ما ينفعش عمم وأقول أن الحديد بيتمدد بالحرارة العيب اللي عند بيك أنه ما اهتمش بخطوة الفرد مع أن الفرد خطوة مهمة بتوصلني للقانون برضو عايزين نمر سريعا على كده أمثلة الاستقراء التمثيلي اتكلمنا فيه على أكتر من مثال خدنا مثال تقليدي بتاع أرشميدس والتاج لما توصل لقانون طفو أن حجم الماء المزاح بساوي حجم الجسم المغمور مثال حديث كان العالم نلزبور لما قال أن النظام الشمسي نموذج مشابه للذرة أو الظرة نموذج مصغر للنظام الشمسي المثال التالي برضو نظام حديث عن دمينجامين فرانكلين لما قال أن فيه تشابه ما بين الومضات الكهربية والبرق تعالي نتكلم شوية على الحجج الحجج لها تفسيرين فيه تفسير تقليدي وفيه تفسير معصر حجة الاستنباطية في التقليدي قال للمقدمات أساس النتيجة في علاقة بين المقدمات والنتيجة وبحكم على الاستنباطية إذا كانت حجة صحيحة أو غير صحيحة يبقى السحة والبطلان فيها بتعتمد على علاقة المقدمات بالنتيجة دون الرجوع إلى الواقع إنما الحجة الاستقرائية في التفسير التقليدي المقدمات مش أساس للنتيجة المقدمات بالدعم النتيجة ممكن الدعم يبقى قوي أو يبقى ضعيف والسحة بالبطلان بتاعتها بتعتمد على التطابق مع الواقع ما ليش ضعب علاقة المقدمات بالنتيجة طيب ما تيجي نتكلم شوي على تفسير المعاصر تفسير المعاصر لما تكلم على الحجة الاستنباطية الداني ليها أكتر من تعريف زي ما شايفين مع بعض على الشاشة ممكن تكون المقدمات كلية ونتيجة كلية اثنين ممكن تكون المقدمات والنتيجة حالة خاصة للحجة الاستنباطية في تفسير المعاصر التفسير المعاصر الاستقرائية برضو الداني تعريفين ممكن تكون المقدمات كلية ونتيجة كلية أو نتيجة الحجة الاستقرائية قضية خاصة زي ما شايفين الأمثلة على الشاشة طيب كده إيه الفرق ما بين الحجة الاستنباطية والحجة الاستقرائية في التفسير المعاصر ركز معي حجة الاستنباطية النتيجة تلزم عن المقدمات وفق درجة مطلقة يعني يقين إنما الحجة الاستقرائية ما قدرش أقول فيها يقين دي فيها احتمال الاستنباط حجة الاستنباطية ما فيهاش درجة إنما الاستقراء فيه درجة يعني إيه كلمة فيه درجة؟ ما هو الاستقراء احتمال ممكن الاحتمال يبقى درجات 40% 50% صح كده لما اضيف مقدمة للحجة الاستنباطية الصحة مش هتتأثر يبقى اضافة مقدمات للحجة الاستنباطية لا تؤثر فيها انما الحجة الاستقرائية اضيف مقدمات ممكن تؤثر فيها الحجة الاستنباطية مهما اضيف مقدمات ما تتأثرش لان هي يقين 100% انما الحجة الاستقرائية اضيف مقدمة ممكن القوة تزيد ممكن القوة تضعف طيب تعالي نتكلم على طرق جون ستيورت ميل في اختبار الفرد عندي اكتر من طريقة جون ستيورت ميل قدمها لنا اول طريقة اسمها طريقة الاتفاق اتنين الاختلاف الجمع بين الاتفاق والاختلاف اجتلازم في التغيير او البواقع اول طريقة عندي ميل بيقول لي طريقة الاتفاق والمثال السهل بتاعنا اسرة خرجت وتعشه وبعد العشرة شعره بيه قيء بتسمم بغسيان اعمل ايه قال لي شوف الحالات المشتركة اذا اشتركت حالتان او اكتر من حالات الظاهرة في ظرف واحد يبقى الظرف ده احتمال كبير يبقى سبب الاصابة لقينا مثلا ان كل الاسرة دي شربت عصير يبقى احتمال كبير يبقى العصير هو سبب الاصابة الطريقة دي اتليها عيب ايه العيب بتاعها ممكن يبقى فيه سبب تاني انا ما اهتمتش بيه انا ما اخدتش بالي منه ميل عايز يتأكد رأى عامل الطريقة التانية اسمها طريقة الاختلاف اللي هي قال عندي حالتين اشتركوا في كل الظروف معدى ظرف واحد فردين كلوا من الاكل كله بس اختلفوا في حاجة ده شرب العصير وده ما اشتركش العصير ده جالوا تسمم وده ما جالوش التسمم اذا كان لدينا حالتان حالة تحدث فيها الظاهرة واخرى لا تحدث فيها الظاهرة واشتركوا في كل الظروف معدى ظرف واحد فان هذا الظرف المختلف هو سبب الظاهرة طريقة تانية عند ميل اسمها طريقة التلازم في التغيير أنا عندي ظاهرة اتغيرت بدرجة ظاهرة تانية اتغيرت بنفس الدرجة كل ما تيت اتغير التانية تتغير يبين اقدر اقول ان الظاهراتين مرتبطين ببعض على نحو علي او على نحو سببي مثال كل ما زود الكالسيوم في اكل الطفل النمو العظام بتعود بقى سليم كل ما التاجر يعمل اعلانات كتير المبيعات بتاعته بتزيد اخر طريقة عند مل اسمها طريقة البواقي لو انا عندي ظاهراتين وعندي سببين وعرفت ان السبب من الاتنين دول بتاع ظاهرة سبب الباقي بتاع الظاهرة الباقية طيب تعالنا نتكلم برضو على حاجة منهجنا مهمة جدا جدا اسمها مرحلة بناء النسق الرياضي وقضايا النسق الرياضي طيب في الاول نعرف النسق الرياضي ايه المقصوب بكلمة النسق الرياضي كلمة نسق معناها بناء متكامل مترابط الاجزاء الرياضة بيت صغير بيكون من مرحلتين اول مرحلة اسمها المقدمات والتانية اسمها النتيجة المقدمات فيها مفاهيم وفيها قضايا بالعقل كده بعد معالم الرياضي خلص مقدماته يعمل ايه يستنبط النتائج يستنبط النظريات يستنبط المبرهنات بما يعني كده الاستنباط دوره مهم ودوره اساسي في النسق الرياضي ايه خصائص القضية الرياضية تلاتة شايفينه مع الشاشة مع بعض تحصيل حاصل ما بتضيفش جديد مبدأ عدم التناقض في الرياضة طبعا لزوم منطقي يعني الشطر التاني بيلزم عن الشطر الاول صدق النظريات بتوقف على صدق المقدمات طبعا دي المرحلة التانية مرحلة اتمام بناء النسق الرياضي تعني اتكلم على شروط المسلمات اتصاق وكفاية ومستقلة الحجج ممكن في الامتحان يجب لي حجة استنباطية وخلي بالك ان الحجج انا بتكلم حجة استنباطية بتكلم فيها على جملة خبرية ومدام جملة خبرية يبقى تحتمل الصدق او الكذب صدق يعني تتفق مع الواقع كذبة يعني لا تتفق مع الواقع حجة استنباطية صحيحة يعني ايه النتيجة تلزم عن المقدمات غير صحيحة فاسدة باطلة يعني النتيجة لا تلزم عن المقدمات وعندنا أكتر من مثال عندنا حجة صحيحة مقدمات صدقة ونتيجة صدقة حجة صحيحة مقدمات كذبة نتيجة كذبة كل ده هيجينا فيه الاختيارات بتاعتنا لازم نستغل ورقة المفاهيم عشان نقدر نختار صح المبادئ المنطقية للبديهيات والمسلمات ايه؟ عندي تلاث مبادئ المبادئ الذاتية اسمع كده حقيقة الشيء ولا بتتغير ولا بتبادل أريستو هو أريستو صورة الرمزية ألف هو ألف المبادئ التاني اسمه عدم التناقض ده بنقول عليه صورة سالبة للقانون الذاتية والهوية ماينفعشي أوصف الشيء بصفة ونقضها في نفس الوقت الشيء لا يمكن أن يكون ألف ولا ألف المبادئ التالت اسمه التالت المرفوع أو الوسط الممتنع موحب العقل كده الشيء إما أن يوصف بصفة أو بنقيد الصفة ولا وصف بينهما بكرة الخميس إما صادقة أو كاذبة لا وصف بين اللي احتمالين بتغيي بإذن الله هيجينا في الامتحان سؤال عن الروابط أو الدوال بتاعتنا أول رابط هنتكلم عليه النهاردة اسمه رابط العطف رابط العطف أعرفه إزاي في القضية بتاعتي هتلاقي مكتوب حرف الواو كلمة لكن بص المساء على الشاشة بقولك إيه محمد رجل أعمال لكن كنزي طبيبة الجملة دي تسمها رابط العطف أو رابط الوصل لأن فيه كلمة لكن وممكن أستخدم بدل لكن حرف الواو السيغة الرمزية بتاعته بنقول قاف عطف لام قاف ضد لام أو قاف عطف لام إيه قاعدة بتاعت العطف يصدق مع صدق الطرفين وأجذب مع كذب طرف واحد لو بسيط في قيم الصدق الحالة الأولى بس للطرفين صاطين هي هتبقى رابط العطف صادق والثلاث حالات التانين هيبقوا كذب طيب هو أنا لو بدلت القضيطين لو بدلت لام مكان قاف هل قيم الصدق هتختلف بص كده على الشاشة قيم الصدق حتى لما غيرت طلعت هي هي يبقى معنى كده إن رابط العطف الوصل بيتسم بيه خاصية التكافؤ المنطقي يعني أقدر أعكس القضيطين وقيم الصدق بتاعت هي هي مش هتتغير تعالي نتكلم على الرابط الثاني اسمه رابط الفصل عرف منين إن الجملة اللي أدامي ديت فصل بسك للجملة بتقول لك إما أن يوجد المر أو يفشل فيه تحقيق أهدافه إما أو السياغة في العرب بتاعته طيب الرمز بتاعه بنقول قاف في لام أو قاف فصل لام قيم الصدق بتاعته يصدق مع صدق طرف واحد ويجذب مع كذب الطرفين بص كده في قيم الصدق بتاعدي هو صادق في حالة صدق طرف واحد يعني الحالة الأولى والتانية والتالتة وبيجذب في حالة كذب الطرفين طب أنا لو بدلت القضيتين لام الأول وبعدين قاف برضو قيم الصدق هي هي مش هتتغير رابط جديد معنا اسمه رابط الشرط السياغة بتاعته إذا أقول لك إذا كانت ياسمين مصرية فإن ياسمين عربية السياغة بتاعته قاف إلى لام أو قاف سهم لام القاعدة بتاعته بتقول لي يكذب في حالة واحدة اللي هي حالة صدق المقدم وكذب التالي بص كده في الجدول بتاعنا قيم الصدق اللي هي الحالة التانية خلي بالك بقى من حاجة هنا رابط الشرط أنا ما قدرش أقول إن أنا فيه خاصية التبادل أو التبادلية لأننا لو غيرت وضع القضيتين قيم الصدق هتختلف اسمع المثال إذا كانت ياسمين مصرية فإن ياسمين عربية بدل القضيتين إذا كانت ياسمين عربية فإن ياسمين مصرية لا طبعا ما ينفعش هنا أبدل وضع القضيتين آخر رابط معنا في الرابط بتاعتنا اسمه رابط التشارط السياغة بتاعته الأداة بتاعته إذا وفقط إذا الرمز بتاعه قاف من إلى لام أو قاف سهم رايح جاي لام من إلى لام قاعدة بتاعته بيقول لي إيه يصدق في حالتين صدق الطرفين وكسب الطرفين ويجذب في حالة اختلافهما بص كده على الجدول معنا يصدق في الحالة الأولى والأخيرة ويجذب في الحالة التانية والتالتة برضو أنا هنا أقدر أعكس وضع القضيتين وقيم الصدق مش هتتغير رابط السلب القاعدة بتاعته بتقول لي إذا صدقت قضية فإن سلبها كاذب والعكس صحيح السياغة بتاعتها رابط السلب لا ليس لم لن غير كل دي اسمها سياغات لي السلب إذا صدقت قضية فإن سلبها كاذب والعكس صحيح الباب التالت منطق بدايته كانت مقارنة بين المنظور التقليدي والمنظور المعاصر للعلم في الأول كلمنا على الطبيعة طبيعة العلم زمان قلنا العلم موضوعي في المنظور التقليدي وكان العلم بيستخدمه المنهج التجريبي اللي هي خطواته ملاحظة فرد تجربة قانون طب هل النهاردة الطبيعة بتاعت العلم المعاصر أقدر أستخدم فيها المنظور التقليدي أو المنهج القديم استحالة أنا بدرس النهاردة ظاهر مع أدى زي الضغط زي حركة الإلكترون مثلا فبالتالي مش هبدأ بالملاحظة بيه الفرد فالعلم اخترعوا منهج جديد اسم منهج الفردي أو المنهج الاستنباطي اللي هو تكامل ما بين الاستنباط والاستقراء طب تعالي اتكلم على مقارنة بين المنظور التقليدي العلم والمنظور المعاصر من حيث الغرض هدف العلم زمان أوصل لقانون إزاي أن أنا أجرب على فرد وكان العالم بيشتغل بمبدأ السببية والطرق الكمية النهاردة في العصر الحديث العالم هدف ويجيب فرد من نظرية قديمة طب معايا فرد أعمل في إيه أجرب عليه بالطرق التجربية المعروفة آخر مقارنة بين المنظور التقليدي والمعاصر من حيث الفرد الفرد في المنظور التقليدي اسمه فرد من درجة الأولى يجي من الملاحظة إنما الفرد في المنظور المعاصر اسمه فرد من الدرجة التانية العالم بيجي فرد من نظرية قديمة ويبدأ فيه تجذيب هذا الفرد خصائص العلم إيه في المنهج العلم المعاصر إم تختار الموضوعية التجريد والتعميم التحقق من صدق الفروض الموضوعية العلم محايت ما يتأثرش ولا بمشاعر ولا بآراء ولا أفكار شخصية تجريد وتعميم مش المقصود بالحل المشكلة إن بتكلم على الظاهرة للا بدرسها للا بتكلم على كل الحالات حتى الحالات اللي هتظهر فيه المستقبت التحقق من صدق الفروض بنقول العلم هي الخطوة الأولى عشان أوصل لقانون وخلي بالك إن العالم مش بيكذب فرد واحد ولا بيختبر فرد واحدة بيختبر ويكذب أنصاق مجموعة فروض مجتمعا زي مثلا علم البيولوجي أو الجيولوجيا قابلية قضايا العلم القياس علوم طبيعية وعلوم اجتماعية مين يستخدم الرياضة أكتر العلوم الطبيعية عارف ليه؟ لأن العلوم الطبيعية عندها زواهر سابتة زي سرعة الصوت زي الجاذبية مقدار سابت إنما العلوم الاجتماعية نفسها تشتغل بالرياضة بس مش عارفة لأنها لا تمتلك زواهر سابتة آخر خاصية عندنا اسمها التنبؤ والمخاطرة بتجذيب النظرية الهدف بتاع العلم الهدف الأسمى العلم ننأوصل للتنبؤ المعيار اللي بميز العلم عن اللاعلم هو التنبؤ التنبؤ بيتكلم على حاجة هتحدث في المستقبل لازم يعلم يكتبها بسياغة دقيقة عندي أكتر مثال هنا المثال بتاع علم الفلك هالي لما تنبأ بيه ظهور المزنب بعد 76 سنة المثال التاني بتاع أينشتاين لما تنبأ لو اتنين من السقوب السوداء استضموا ببعض هيترتب على الاستضام دوة موجات جذب كبيرة بعد قرن كامل العلماء قدروا يثبتوا نظرية أينشتاين تعال نتكلم على وظيفة الفروض في المنهج العلم المعاصر واحد يقدم تفسيرات لزواهر أنا شايفها اتنين أقدم تنبؤات لزواهر مش شايفها وخلي بالك أن الفرد ما أقدرش أقول عليه هو مجرد تخمين بس لا عملية فرد الفروض بتعتمد على خيال الباخس والعبقرية بتاعته خصائص الفروض في المنهج العلم المعاصر الفروض السورية لا تشير إلى كيانات مادية أنا بتكلم على طاقة إلكترونية بل الحاجات دي لا تلاحظ مباشرة اتنين الفرد لا يتحقق تجريبيا بطريقة مباشرة أنا باختبر نتيجة الفرد لو فعلا فيه ضغط جوي عمود الزئبك في البرومتر يطلع يطلع ويديني 76 عند مستوى سطح البحر الفرد لا يفسر ظاهرة مفردة بيفسر عدد من الظواهر القابلية للتفنيد والتأميد ده المعيار اللي بيفرق النظرية العلمية على النظرية الغير علمية مثال واحد المطر لا يسقط أبدا في الواحات أكذب القضية دي اتنين المطر إما أن يسقط أو لا يسقط ما قدرش أكذبها لأنها فيها اللي احتمالين هي صادقة بصرف النظر عن حالة الطقس القواعد الاسترشادية في المنهج العلم بتاعي المنهج العلم المعاصر طبعا أبدأ بفرد أعمل استدلال لنتائج الفرد أتحقق من نتيجة بالملاحظة والتجربة أربعة العالم ما قدرش يختبر كل عناصر النظرية بتاعته لأن عناصر النظرية لا نهاية لها عندنا نموذجين في المنهج العلم المعاصر نموذج الأولين بتعقار لهنبل طبعا نموذج ناجح في العلوم الطبعية لأنه جمع أهداف العلم وجمع أنواع الاستدلال المثال الثاني بتاع وليام هاول أيده العالم كلاود برنار وقال أبدأ بفرد اتنين أختبر أصطنبت نتائج جزئية من الفرد وبعدين أجرب ولحظ على الفرد تعالي نتكلم شوية على مجالات السيبرانتيق أشهرها صناعة وتطوير الروبوت رائد العلم ده اسم نور بيرت فينر النهاردة الروبوت بنستخدمه في كافة المجالات في البيت في المستشفى في المصنع في المنزل طبعا كلمة روبوت هي كلمة شيكية بمعنى الخادم أو العبد طب إيه سلبية الروبوت هيزود البطالة هيقضي على الطبقة الوسطى يعمل فجوة اقتصادية بين الأغنياء والفقراء ممكن الآلة في المستقبل تتخطى البشر طيب هل الحوسبة هل الكمبيوتر ليه إيجابيات وليه سلبيات؟ طبعا مثلا إيجابيات وإيه اتصال اجتماعي بقى بسهولة حوار بين المجتمعات ممارسة أدوار جديدة لكبار السن وزاو الإحتاجات الخاصة طبعا أدى لزهور التفكير الإبداعي سلبيات وإيه؟ إدمان الإنترنت العزلة بين أفراد الأسرة الوحدة ظهور مشكلات جديدة تتعلق بالتكنولوجيا والحاسوب زي انتهاك الخصوصية الصوت المصلح وعندنا أكتر من مثال المواطنة الرقمية عناصر المواطنة الرقمية تلاتة ثقافة رقمية سلوك رقمي صحة والسلامة إيه المعصوب بكلمة الثقافة الرقمية؟ استخدام آمن للنت النت تتحافظ على حق الملكية الفكرية وتعمل تغثيق للمعلومات بتاعتك اتنين اسمها السلوك الرقمي سلوكك أونلاين يبقى عامل ازاي؟ أحمي خصوصياتي أتعامل مع زميلي بطريقة لائقة والتزم بالسياسة بتاعت المؤسسة التعليمية اللي أنا بنتمي لها الصحة والسلامة الجسدية طبعا لازم أفيه توعية نتيجة استخدام الانترنت زيادة عن اللازم زي مثلا إدمان الانترنت وأمراض جسمية وأمراض نفسية الأساس المنطقي للحاسوب أنا عندي ثلاث مناطقة شغلهم كان أساسي في ناشئة الكمبيوتر لبنتز جورج بول جون فين لبنتز أنشأ قواعد بيانات ومنطق ثنائي وساهم في إنشاء أول كمبيوتر بدائي جورج بول عمل حاجة اسمها جبر المنطق رموز بنستخدامها عشان نعبر عن العلاقات جون فين قال إن المنطق بتاع جورج بول بيعالج المصطلحات على إنها متغيرات جبرية يعني تطبق المنطق بتاع جورج بول أوعي تفتكر إن المنطق كان ليه دور في ناشئة الكمبيوتر بس كده لا المنطق كمان ساهم في تطوير الحاسوب المكونات المادية والبرمجيات المكونات المادية الماوس الهارد الكيبورد كل المكونات المادية بتاعت الكمبيوتر بتشتغل بالمنطق الرمزي زي الوصل أو العطف أو الفصل البرمجيات من أول برنامج نظم المعلومات لآخر برنامج الزكاة الاصطناعية صوفيا مثلا الرحلة الكبيرة دي كلها بتشتغل بالمنطق الرمزي عالم الزكاة الاصطناعية يعمل برنامج لازم يبقى عنده معلومات كتير اتنين يصنف المعلومات ديت على أساس علاقات منطقية تعالي نتكلم على دور المنطق في بناء تكنولوجيا المعلومات المنطق لي بصمة قوية في كل النظم الزكية كرت الشحن بتاع الموبايل بتاعك اسمه نظام زكي الفيزا الاتم اسمه نظام زكي ازاي المنطق لي بصمة قوية في كل النظم الزكية ديت المنطق اعتمد على نقطتين آليات الاستدلال واللغة الرمزية علم الكمبيوتر عشان يعمل برنامج لازم في الأول يعمل تمثيل للمعرفة يرمز المعرفة بتاعته اتنين يدخل أوامر تلاتة يدخل معلومات وبعدين يعلم الجهاز يربط ما بين المعلومات والأوامر يعني يبرمجه ايه العلاقة بين المنطق والذكاء الاصطناعي العلماء الاسم وفريقين حول اهمية المنطق في الذكاء الاصطناعي فريق الاولاني كان فريق معارض لاستخدام المنطق في الذكاء الاصطناعي اللي هم معلماء النفس قالوا للذكاء الاصطناعي طول ما انت بتستخدم منطق انت مش تنجح لان المنطق جامد طب اشتغل بايه بدل المنطق قالوا له تشتغل به نفس طريقة عمل المخ البشري ومنهم بالفعل علماء حاولوا يشتغلوا بنفس طريقة عمل المخ البشري بانخد الفريدة بقوله انت تبنيت فكرة بس ما بينتش مشارحتش ازاي اشتغل عليها فريدة تانية اللي هما المناطقة ايدوا تصميم برامة في الكمبيوتر باستخدام المنطق لان المنطق قلب الذكاء الاصطناعي عشان كده قاله نخلي الاستنباط عملية اساسية عملية محورية امثلا المناطقة دولك واحد اسمه جون مكرسي قال عشان تحل مشاكل الذكاء الاصطناعي اخترع ابتكر ابتكر ايه استدلال قالي كوالسكي قالي عشان تشتغل في الذكاء الاصطناعي لازم تشتغل بحاجة واحدة اسمه المنطق المحمول انقض الفريق بتاع المناطقة اقول لهم انتوا كنتوا متطرفين في استخدام المنطق بس هل المنطق بنقول عليه هو مصدر الانماط التفكير اه طبعا المنطق هو قلب الذكاء الاصطناعي عشان كده انا بستخدم المنطق النهارده بحكم به على تفكير الانسان وبرده تفكير الالة طب ما تيجي نشوف المنطق وتصميم لغات البرمجة المنطق الغير رتيب المنطق العادي اسم منطق رتيب لازم مقدمات كاملة عشان اوصل للنتيجة المنطق ده ما ينفعش نشتغل به في الكمبيوتر والحاسوب فاخترعنا منطق جديد اسم منطق الغير رتيب يعني مقدمات قليلة ووصل لي نتيجة المنطق التاني اسم منطق المارين المنطق المارين هو منطق متعدد القيم ليه اكتر من قيمتين الصدخ والكذب قانون الزاتية مثلا قانون عدم التناقض قانون الوصل الممتنع القوانين دي صح 100% لو القوانين دي لو الصورة الرمزية بتاعتها قلب بتشير ليه انسان انما لو الصفة موجودة لا الصفات فيها درجات الصفات فيها احتمالات انت طويل بدرجة لشخص وصير بدرجة ليه شخص تاني وبكده نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم